في الفترة الأخيرة بعد حريق المجمع العلمي بقى فيه اهتمام قوي على هذا المبنى يمكن من المحزن والمؤسف أنه الرجل الشرع البسيط ما كانش عارف أهمية هذا المبنى ويمكن الشباب اللي برضو كانوا متوجدين برضو مش عارفين أهمية هذا المبنى وأهمية الوثائق الموجودة بداخل هذا المبنى دلوقتي بيأتم نقل العديد من الوثائق اللي ترميمها وتخزينها لحين ترميم المبنى وعلشان نعرف أكتر عن الخطوات اللي هنبتدي ناخدها في الفترة اللي جاية بيساعدنا أن احنا يكون معانا الدكتور زين عبدالهدي رئيس دار الكتب والوثائق القومية برحب حضرتك وبقولك نهارك سعيد شواء خير ربي طبعا في بداية حديثي في المقدمة كنت بقول أن العديد من المصريين ما كانوش عارفين قيمة هذا المبنى الجميل فده سببه ايه دكتور؟ والله هو كل حاجة في موصل سببها في الأصل سياسي أو اجتماعي يعني عدم وجود الحاجات الأساسية للناس ولوهسهم الدائم يعني خلال اهتمام بثقافة زي ما كنا بنكلم شوية واهتمام لكل نوع من الرفاهية لأجل الحياة الثقافة جزء أساسي من حياة أي إنسان حتى لو كانت الحاجات الأساسية لي مش موجودة بنقيس تقدم الشعوب دايما بمستوى الثقافة الخاصة بكل شعب وإحنا ما شاء الله عندنا تاريخ سري جدا مليء بالحكايات والمواقع وعندنا حاجات كتيرة جدا إن احنا نوصل للمرحلة دي ونبتدي المواطن البسيط يهتم بالاحتياجات الأساسية وإنه يبتعد عن الثقافة يعني أنا أعتقد إنه ما كانش في الجيل اللي قابلي دي مشكلة لأنه حتى لو كان بينزل الراجل يشتغل أو ينزل يدور على اللي هو القوت اليومي بتاعه ده ما كانش له أي علاقة بأنه ممكن يبقى مثقف فليه حصل ده دلوقتي ليه الشباب حتى الشباب اللي ممكن يبقوا من مستوى اجتماعي أعلى شوية من الشباب مثلاً اللي بيدوروا كل يوم عن احتياجاتهم اليومية حتى الشباب اللي في مستوى اجتماعي أعلى شوية برضو مش بيثقفوا نفسهم برضو مش بيقروا يعني أعتقد إن الثورة 25 يناير أكدت لنا إن الشباب بيقرأ أو فاهم إيه اللي بيجرى على الآن لكن هو الشعوب كلها بتقاصل ثقافتها بوجود ومدى اتساع رقعة الطبقة المتوسطة أو الطبقة البرجوازية ودائماً هي بتعتبر رأس الحرب المدافع عن الحاجات الأساسية للطبقة اللي تحت لأن أنا بعتقد إن الطبقة اللي فوق يعني مش أغلبها بيبقى مهتمة بالثقافة بشكل أو أخر لكن لما نرجع في التاريخ المصر المعاصر لا كان فيه اهتمام كبير قوي من الطبقة الحكامة بالثقافة بدليل إن أغلب المجامع العلمية والجامعات وغيرها تم إنشاءها في هذه العهود لدرجة إن حتى المجامع العلمية دي كمنظمات أهلية إلى منظمات مجتمع مدني بالمناسبة كان الملوك والسلاطينة ومصر بيمنحوها وقف الوقف ده عبارة عن مجموعة مئات من الأفدينة ووديعة في البنك بتصرف عليها لكن أما قامت الثورة الحقيقة في عملية التأميم خادت كل حاجة وبالتالي تم تفريغ البلد الحقيقة من بنية أساسية ثقافية وعلمية كانت موجودة كبيرة جدا تم إعادة البناء بخطوات متسرعة برضو بعد الثورة لكن بعتقد أنها فقدت المضمون الأساسي اللي هو كان بتاعها اللي هو أن لابد تبقى هناك علاقة مباشرة ما بين الشعب وما بين هذه المؤسسات العلمية والثقافية هذه العلاقة أصبحت علاقة رخوة وعلاقة ليه؟ بقى أي سبب الخلل ده؟ هشة ما تنسيش أن احنا كمصر برضو كدولة دخلنا في العديد من الحروب يعني 56 و67 و73 وبعدين إعادة بناء البنية المؤسسية وإعادة البنية المؤسسية السياسية بالمناسبة والبنية المؤسسية الاجتماعية والاقتصادية لأن تقريبا ما كانش فيه كان كل السروة بتاعة البلد رايحة للحرب بجانب أن المصريين حسوا فجأة كده أنهم مش مشاركين بأي شكل من الأشكال في القرار السياسي بتاعة الدولة يعني حتى على مستوى المؤسسات الحكومية دار الكتب الوسائق القومية على سبيل المثال كان موزج مصغر لمصر يعني العاملين ليسوا مشاركين بأي شكل من الأشكال في صناعة القرار بتاعة المؤسسة وبالتالي لازم ناخد بالنا مهم جدا فبالتالي كمان ما فيش عملية تفاعل ما بينه ما بين المؤسسة خالص يعني دايما فيه ناس يا نازل ببراشوت يعني الكلام اللي بيتقال أنا هقول لك كلام الشارع يا ناس نازل ببراشوت يا قرارات احنا ما نعرفش عنها حاجة ليه فلان بياخد كتير وليه فلان بياخد قليل ما فيش مؤسسية يعني غياب القانون وغياب المؤسسية ده المؤسسية أعني بيها النظم الإدارية السرمة داخل المؤسسات الحكومية فرغها كلها يعني ما تيجي تفتح الجامعات للمصريين كلهم هو قرار اتخذوا وأنا شايف أنه هو قرار صحيح لكن كان محتاج دوابط لأن المنتج التعليمي بعد كده بقى سيء ما كانش كويس لم يتم تطويره وتلاقي النهاردة مثلا ابتدينا نتجه للجامعات الخاصة والجامعات فيه جامعات خاصة محترمة لأنها تستخدم أسلوب التعليم الحديث اللي بتفقدوا دلوقتي الجامعات المصرية لا بقينا جامعات اللي هي بيسموها جامعات ذات الأعداد الكبيرة يعني أنا مجرد أن أنا عايز أمنح المجتمع ناس حصلين على لسانس وبكر ريوش مجرد شهادات لكن المضمون الحقيقي للشهادة غير محقق مش موجود وبالتالي أنا بقدم للمجتمع فراغ يعني أنا فكر في التمينات تركت أصدقائي سنة واحد وتمانين وسفرت برة كانوا خرجين معايا من كلها التجارة والحقوق بعد تسع سنوات رجعت يعني سبتهم على القهوة بعد تسع سنوات رجعت لقيتهم قاعدين على القهوة لم يتحرك مفيش حركة للأمام وده بيؤكد على كل بس حدودك كمان أصرت نقطة مهمة جدا أنه الجامعات الخاصة أو الجامعات اللي برا مصر بيشجعوا الطالب جدا على عملية البحث على عملية أنه هو يروح يدور على المادة ويطلعها ويوسقها ويرجعها تاني للمدرس ما بيركسوش قوي على أنه الطالب يخش الامتحان ويجاوب صح وخلاص ولكن الجامعات المصرية عندنا هنا فيها مشكلة أنها بتبقى حتى لو الكلية عملية ولكن للدراسة فيها بتبقى نظرية جدا وما بيدوش مساحة للطالب أنه هو يروح يبحث ما فيش ديمقراطية في العملية الاجتماعية في مصر في الجامعات الحكومية بمعنى ممكن طلاب كتير يتعرضوا للاتهد مع احترام الكامل لكل أسازة الجامعة وأنا واحد منه تبصت لاقي فيه كتاب تقرر من 30 جنيه وانت طلع لحد 80 و90 جنيه دون أي مبرر لازم يتحط شيط كده في الكتاب لازم يتطالب لو ما اشتراش الكتاب لازم يوقع على الشيط أنه اشترك كتاب علشان ينجحوا في الامتحان الممارسات دي كلها الحقيقة لابد أن يوضع لها قانون رادع يعني أنا متخيل عضو هاي التدريس اللي عمي كده لازم يخش السجن مع احترام الكامل للجميع لأن لا يمكن أن أنا أبني عمارة أو أشترة عربية من دماء الفقراء إذا كنت أنت تعرضت وانت صغير لدكتور أساء ليك مش بالضرورة أن هذه السلسلة من الموروث السيء وسبوك وسلسلة التدمير اللي موجودة دي تستمر بهذا الشكل أستاذ الجامعة مفروض أنه هو يبقى أشرف إنسان موجود هو النموذج الطالب اللي طالع من الجامعة ده اللي ما شافش هذا النموذج هو المسل الأعلى للطالب أنا بدمر المؤسسة التعليمية وبطعن العلم في صميمه في قلبه من جوه العلم مش كده العلم مش بيع كتب في مصر العلم مش كتابة مذاكرات مش كتابة مذاكرات وبعض لابد أن يطالب كل أستاذ الجامعة أنه هو بيعمل المنهج بتاعه بيكتب ببليوغرافية بالمناسبة بره ما يحطش كتاب بتاعه يعني مش ممكن يحط كتاب لي طبعا أنا أرجع لسبب يعني فيه جزء كبير قوي من السبب في ده ضعف الدخل بتاع الأستاذ الجامعة في المسألة وبالتالي ارتفاع دخل الأستاذ الجامعة هيحميه من ده إذا استمرت هذه الممارسات يبقى فيه حاجة غلال حضرتك كنت مؤخرا في زيارة عمل لفرنسا وانجلترا علشان تناقشوا موضوع ترميم المجمع العلمي تقول لنا كده سريعا تفاصيل هذه الزيارة طيب أنا الأول لازم أقول أن هذه الزيارة ما كانتش على حساب الدولة المصرية ولم تتكلف مصر من لي من واحدا فيها لأن فيه بعض ده على حسابك الشخصي لا فيه جزء كان على حسابي الشخصي فيه جزء على حساب جزء كبير من العملية كانت على حساب اللي هي المكتبة الوطنية الفرنسية والمكتبة الوطنية الإنجليزية وفيه جهة كانت رعاية للمسألة وكان الهدف هو الاطلاع على حاجتين حاجة الأولنية أن احنا عندنا كارسة اسمها حريق المجمع العلم والحقيقة يعني أنا هقول هذا الرقم النهاردة 145 ألف مجلد تم تدميرهم تدمير كامل داخل المجمع العلم وحتى عادة ترميم المبنى كان فيه ترميم الظاهر ما كانش مزبوط فوزير الأسار أوقف ترميم المبنى بالطريقة اللي هي عليه لكن لازم أذكر حاجتين أن المجمع العلمي اسمه شيخ سلطان القسمي حالياً بيبنى لهم مبنى فيه مدينة ستة اكتوبر حالياً بيتم بنائه واكترى لهم أو أجر لهم دور بحاله في عمارة في جاردن سيتي كمبنى مؤقت لنقل الكتب اللي هي الموجودة اللي أنقذناه وسليم تمانم 25 ألف مجلد اعتباراً من 25 ألف مجلد فقط لسه هدي لحضرتك أرقام تاني مبارح أنا أرسلت فاكس للدكتور محمد الشرنوبي نحن هنبتدي ننقل اعتباراً من يوم أحد القادم 25 ألف مجلد دول ألف في ألف كده للمكتبة الجديدة اللي هي بتاعة المجمع اللي هي في جاردن سيتي لكن فيه حوالي 20 ألف مجلد محتاجين ترميم وترميم الكتاب الواحد ممكن يتجاوز الألف دولار يعني أما ندرب 20 ألف يعني بنتكلم في حالي 20 مليون دولار أو حاجة زي كده لكن دول هياخدوا حوالي 20 سنة فيه مؤسسات كتير الحقيقة جابت لنا مواد وأجهزة للعملية الترميم وفيه بكرة فيه زيارة الخبير من الولايات المتحدة الأمريكية هيقعد معنا أسبوعين بيساعد فيه العملية دي وفيه حد برضو جاي من ألمانيا قريب لكن كان الهدف من الزيارة أنه طيب هنعمل إيه في 145 ألف مجلد اللي ضعوا دولار فالحقيقة كانت زيارة للمكتبة الوطنية الفرنسية تم الانتفاق على أن هم هبعت لهم أنا قائمة بعناوين الكتب اللي تم تدميرها بالكامل وهم هيدونا جزء منها كبير الحقيقة هيمنحونا إياه بنتكلم في حوالي بنتكلم في حوالي 10.000 عنوان 10.000 عنوان ممكن يعملوا 50-60-70 ألف مجلد لسه يعني الأمور هاتبان مع الوقت اللي أن احنا في عملية الآن اللي هي التطبيق وإعداد اللي هي قائمة الكتب اللي هي تم تدميرها في الزيارة الحقيقة كانت لبريطانيا وفرنسا برضو جزء منها متعلق بصناعة ثقافة يعني أنا دايما من وانا صغير بسأل نفسي إحنا كل عندنا كل هذا التراث وكل هذه الثقافة وأقصى ما استطعنا ندخلوا لاقتصاد مصر هو 13 مليون سايح سنة 2009 بريطانيا بيروح 50 مليون سايح 60 مليون سايح وبريطانيا أغلب الوقت شيتة والقوة مش زرية زي عندنا لكن هوا بيروحوا فين أساسا هي سياح السياحة الثقافية اللي احنا بنتكلم عليها من المحزن والمبكي والمؤسي أن أنت عمرك ما تلاقي برشورة عن المتاحف المصرية برشور بلغات مختلفة عن المتاحف المصرية توزع على الطيارات يتوزع يبقى موجود في الصيدليات موجود في محلات البقالة وموجود في في أي نوع من الحوانين نحن بلد سياحي لازم مش نحن بلد سياحي نحن بلد ثقافي عنده 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 صناعة اسمها صناعة التراث الثقافي محدش مهتم بيها على الإطلاق وكل الاهتمام بالمناسبة اهتمام غربي يعني أغلب الصناعات ييجوا هنا يعملوا صناعات معنا وتتبع برا لمصلحاتهم وكلام من أنا مع ده ومع أكتر من ده بمعنى در الكتب والوسائق للوطنية عندها ستين ألف مخطوط وعندها أربع مليون كتاب وعندها مئة مليون وصيق يعني بتتكلمي في حوالي مئة وعق عندها بالمناسبة مجموعة شرائط ندرة تعود للقرن التسعتاشر اللي هي شرائط موسيقية وشرائط 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 أي حد في مصر من حقه يعني أنا معرفش تقال ده بقى قبل كده ولا لا أي حد أي مواطن في مصر هو عضو بالقانون في المكتبة الوطنية المصرية وفي دار الوسائق حد عايز يعرف أصول عيلته حد عايز يجيب معلومات عن مراسو الإعقار يبتعى كلامين كل إيه هي الوسائق السياسية اللي تم تبادلها يعني هو التفكير دلوقتي اللي احنا بنعمله طبعا إحنا لو عندنا هذا الكنز نتصرف فيه إزاي إزاي يبقى معروض للناس إحنا الأسبوع الجاي هنفتح المعرض معرض مؤقت لمقتنات جمال عبد الناصر وفيه معرض دائم للمخطوطات والمصاحف الإسلامية يعني الناس هتشوف حاجات ما حدش أتخيل أنها موجودة في مصر مصر عائمة فوق كنوز تراثية وثقافية كاملة لكننا قاعدين زي اللي الكاب عجانة قاعدين بنتفرج على ده بقالنا السنين الماضية النهاردة مع هذه اللحظة التاريخية اللي احنا فيها لو أمننا أن الثورة مازالت في بدايتها فأنا متخيل أن الثورة دي تكون ثورة اقتصادية وثورة اجتماعية وثورة على المستوى السياسي أيضا في تغيير النظام السياسي كله في مصر بس يساعدنا من الخروج من هذه الأزمة إذا كان عندنا 95% من أثار العالم وعندنا هذا الكنز التراثي والثقافي أعتقد أن لو حسنت النية ولو كانت الإرادة السياسية بتاعتنا جيدة ومزال إرادة السياسية بتاعت محو الأمية اللي بترجع لسنة 1844 أول صيحة المحو الأمية لحد النهاردة ومنتهدش برضو الأمية في مصر فان شاء الله خير دكتور زين عبدالهادي رئيس دار الكتب والوثائق القومية يعني سعيدنا باللقائك النهاردة في نهارك سعيد نتمنى أن كل سنة المشاهدين يكونوا شكرا عارفوا أهمية دار الوثائق خاصة لو حبوا نهم يعرفوا أي معلومات تخص عائلاتهم أو ميراثهم على مدار السنين حين نشكر حضرتك جدا نتمنى أنه فعلا يتم الانتباه للوعي الثقافي للمواطن المصر وكده تبقى خلصت حلقاتنا النهاردة بنشكركم ونشوفكم بكرة وفريق عمل جديد ونهاركم سعيد ترجمة نانسي قنقر